أهلا بكم من جديد أكدت وزارة النفطة حرصها على الإسراع في تنفيذ مشاريع تأهيل وتطوير مصفات الصمود في بيجي بالجهد الوطني وزيادة الطاقة الإنتاجية منها وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس إن من المؤمل أن يشهد إنتاج المصفات ارتفاعا قبل نهاية العام الجاري مبينا إن الإنتاج الحالي يزيل على 45 ألف برميل يوميا وتعمل الوزارة على الوصول بطاقة الإنتاجية للمرحلة المقبلة إلى أكثر من 140 ألف برميل بعد تأهيل وحدات التكرير وتحسين البنزين والهدرجة والملحقات المتعلقة بها